اشتركوا في القناة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الارتقاء بقطاع النفط والغاز في المملكة عبر بناء شراكات متميزة مع مختلف الشركات المتطورة في هذا المجال بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030 ومن جانبه أكد السيد لورينزو سيمونيلي أن قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين يسير على خطا ونهج واضحين على كافة المستويات نظرا للإستراتيجية التي تتبعها المملكة في الارتقاء بهذا القطاع المهم وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع السيد سيمونيلي سبل التعاون والشراكة في هذه المجالات